اشتركوا في القناة 2019 حيث تخوض هجني اصحاب السمو والشيخ والسعادة في هذا الاسبوع الاول ضمن هذا الموسم الجديد موسم 2019 اول اللقاءات في التمهيدية الاول نتمنى التوفيق ان شاء الله لهذه الشعارات هنا في درة ميادين الخليج ميدان التحدي في منطقة الشحانية تابعنا شوطنا الماضي اول الاشواط الرئيسية يذهب مع شعار هجني المرقاب بقيادة المضمر سعود بن وحوش الذي قدم الصائلة في اول الاشواط الصباحية منتزعا ومحققا هذا الشعار اول للنقاط الصباحية مع هجني اصحاب السمو والشيخ والسعادة طبعا الخمسة كيلو مترات حاضرة في اول سباقات التمهيدية لسن الثناية نتمنى التوفيق للجميع نبدأ بسم الله في اول الاشواط الرئيسية الخاصة بالقعدان ونبدأ مع المركز الاول شعار هجني الشحانية على المركز الاول وهذا هو سلهود اللي يقود الاسماء مع شعار هجني الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فران المركز الثاني الرفاع المركز الثاني لسعادة الشيخ فهد بن سعود فهد بن عبدالعزيز آل ثاني عند حسين بن سفران المركز الثالث الجانب الاخر يحمل شعار هجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد بن عبدالله العطية واسمه برزان المركز الرابع المركز الرابع العساس لهجن الشقب بقيادة سالم بن جابر بن جبران المركز الخامس اختم نداي الاول مع وجود شعف على المركز الخامس بشعار هجن الشحانية مع المضمر سالم بن فران وعندنا تغيير حصل على المركز الخامس بوجود وانطلاق الغروف لسعادة شيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبدالعزيز الثاني مع المضمر عبدالرحمن الكباسي في عملية التضمير هذا النداء الاول متابعين مشاهدين الكرام لهذه الاسماء المنطلقة والمندفعة في هذا الصباح اول الاشواط الرئيسية طبعا لهجن اصحاب السمو الشيخ والسعادة مع سن الثناية والثناية هذه الاسماء التي سجلت حروف من ذهب في مسيرة رياضية مميزة مع هذه الشعارات الكبيرة والخطيرة البداية هنا تغيير حصل عند شعار هجن الشاقب على المركز الاول هذا هو الشعار شعار الميهولة شعار الاسماء العملاقة التي خاضت هذا العالم على الساحر في هذه المأيام هنا في هذا العرض المميز الذي قدم فيه الاشياء المميزة ايضا والرموز الذهبية التي رافقت هذا الشعار الكبير شعار هجن الشاقب والمقدمة مع هذا الاسماء العملاق هذا هو العساس المركز الاول في هذا المسار يقدم سالم بن جبران في عملية التضمير المركز الثاني شعار هجن الشعانية الشعار الادعم الغني عن التعريف هذا هو الشعار الادعم مع المركز الثاني وهذا هو برزان لهجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد بن عبدالله العطية الحوت اللي يقدم هذا الاسم العملاق المركز الثالث المركز الثالث هنا سالم بن فران يقدم اسم مميز في هذا المسار مسار الشوت الرئيسي وهذا هو شعف على المركز الثالث بشعار هجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فران المري المركز الرابع نقلة اخرى للمركز الرابع الخروف على المركز الرابع لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني عبدالرحمن الكباسي في المتابعة في التضمير المركز الخامس اختم النداء الثاني يا اخواني بوجود سلهود على المركز الخامس الهجن الشحانية مع المضمر سالم بن فران المري يا سلام مؤسسات عملاقة تشارك في هذا الموسم بحثا عن تحقيق تحقيق السيف يا سلام يا سلام تابعنا اسماء اسماء من اصحاب السمو الشيوخ والسعادة ومؤسسات قادمة في هذا العالم الساحر تبحث عن ماذا تبحث عن السيف 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 اللي رصد لهذه المؤسسات التي ستشارك ان شاء الله في السيف نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله مع الكبار وتألق الكبار وابداع الكبار العودة الى مجريات شرطن thy name اللرهry andharic وين المركز الاول عند العطية المركز الاول عند العطية عند الشعار القادم عند الشعار القادم اللي يقود الاسماء يقود الاسماء شعار حجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد بن عبدالله العطية المركز الاول برزان برزان اسمه ارتبط مع هذا المضمر الحوت حمد بن خالد بن عبد الله العطية وتبعنا برزان برزان وبرزان وبرزان مع هذا المضمر المميز المركز الثاني شعار الشق ولا خطير ولا خطير والله يمكن يسويها بن جبران يمكن يسويها بن جبران اليوم يبحث عن تحقيق الشوط الرئيسي متعود هذا هذا متعود على الأشواط الرئيسية دائما دائما بن جبران والشعار الغني عن التعريف طبعا شعار الميهولة والأسماء التي رافقت هذا الشعار العملاق لكن وصل الذهبي وصل الذهبي مرحبا بسالم بن فران مرحبا بسالم بن فران الي يغير في هذا الموقف في هذا الموقف وينطلق مع شعف ديروا بالكم على شعف هذا الاسم حطوه بين قوسين هذا الاسم شعف الهجن الشحانية بقيادة الذهب سالم بن فران يالي هذا الاسم يالي هذا المضمر يالي هذا المضمر الله خلّه على كيفه يا أبو جابر خلّه على كيفه لا تقول له شيء لا تقول له شيء هذا الاسم اللي سيرتبب بالذهبي في الأشواط الرئيسية ديروا بالكم عليه ما شاء الله تبارك الله شعف 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 على المركز الأول يقود الأسماء في شطنة الرئيسي الأول لكن شعار سعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني مع أرجنت يالي هذا الاسم قادم بالمركز الثالث يبعث عن خطف الناموس لكان الناموس عن نابي عن نابي شحاني مع سالم بن فران صوت يا سالم يا بن فران قب قب على المركز الأول ينطلق ينطلق شعف قب يا شعف الله جيد مورنينج بوجابر جيد مورنينج صباحك ناموس صباحك خير على انتزاعي وتحقيق شعف ما يبغي لعصة يا بوجابر ما يبغي لعصة ما يستهل والله والله ما يستهل العصة شعف على المركز الأول الهجن الشحانية وللمضمر الذهبي سالم بمفران المري المركز الثاني المركز الثاني وصل العساس الهجن الشقب مع سالم من جبران المركز الثالث بنقول إرجنت المركز الثالث إلى أن نرجع إلى الكاميرات الخط هناك إرجنت لسعاد الشيخ جاسم من سعود من جاسم آل ثاني المركز الرابع والضاوي الهجن الشحانية المركز الخامس المركز الخامس وصل برزال الهجن الشحانية متابعين ومشاهدين الكرام الشعب ينتزع ويحقق ناموس الشوط الأول هذا الاسم العملاق ديروا بالكم على هذا الاسم القادم بكل قوة إلى الذهب في الاشواط الرئيسية هذا هو جديد سالم بن فاران في هذا الشوط وهذا هو الاسم المميز اللي قدمه هذا المضمر الذهب سالم بن فاران ما شاء الله تبارك الله هذا هو شعف يحقق ناموس الشوط الأول الرئيسي بقيادة الخبير والمثير الذهب سالم بن فاران المري توقيت الزمني 7 دقائق 54 ثانية وفاء وتماما وكمالا التوقيت اللي سجل مع هذا الاسم العملاق شعف بقيادة الذهب سالم بن فاران المري المركز الثاني شعار الشقب على المركز الثاني التوقيت كما تتابعه سبعة 55 أعتقد 27 جزء من الثانية هو التوقيت اللي سجل مع صاحب المركز الثاني العساس الهجر الشقب بقيادة المضمر سالم بن جبران شوف المركز الثالث هذه لحظة الإعادة الله أعلم بأن واحد هو إرجنت المركز الثالث إرجنت أعتقد بأن إرجنت لسعادة شيخ جاسم بن سعود بن فارد بن جاسم الثاني يا سلام يا أبو شارب هذا هو إرجنت حقق المركز الثالث بقيادة جابر بن علي بن جابر بن جرحب توقيت الزمني خلاص عرفنا إرجنت أن الفائز بالمركز الثالث التوقيت الزمني سبعة دقائق 56 ثانية سبعة أجساء من الثانية تهانينا والنموس